فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع قال والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات رجع الشيخ رحمه الله إلى أصل المسألة التي هو بصدد الكلام عليها وهي مخالفة النصارى في رهبانيتهم فإن النصارى ابتدعوا الرهبانية وهي التشدد في العبادة وترك الدنيا والتفرغ للعبادة وملازمة الصوامع والديارات فدين الإسلام دين اليسر لا تشدد فيه ولا تساهل وإنما هو دين الوسط ودين الاعتدال فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير القدوة لأمته وكان يصلي وينام صلي من الليل وينام من الليل لا يصلي الليل كله ولا ينام الليل كله وإنما يصلي وينام ويتزوج النساء ولا يتبتل كما تتبتل الرهبان وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ولا يصوم الدهر كله وإنما يصوم منه ويفطر منه فيجمع بين الأمرين بين التخفيف على النفس وبين الاكثار من العبادة هذا هديه صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا أننا نهين عن التشبه بالنصارى في رهبانيتهم وتشديدهم على أنفسهم فالتشبه بهم محرم في هذا الأمر لأنه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى والزيادة على المشروع محرمة وبدعة ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الله لم يشرعها لهم وإنما هم ابتدعوها من أجل أي شيء ابتغاء رضوان الله بزعمهم والنية لا تبرر النية وإن كانت صالحة لا تبرر البدعة فلابد أن المسلم يتمشى على ما شرعه الله ورسوله ففي ذلك الخير والاعتدال والوصول إلى الهدف المقصود ثانيا الرهبانية والتشدد يفضي بصاحبه إلى الانقطاع وترك العمل لأنه بشر لا يطيق الاستمرار ولهذا قال فما رعوها حق رعايتها وقال صلى الله عليه وسلم إن المنبت يعني الذي المنبت الذي الذي يكثر من السير المنبت الذي يسرع في السير ويكثر من السير ولا يستريح أثناء السهر إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فعلى المسلم أن يعتدل لأن هذا أدعى للاستمرار في العمل وأما التشدد فإنه أدعى إلى انقطاع عن العمل وكم رأينا من المتشددين من ترك العمل وأصبح من جملة الكسالة والفسقة وهذا أمر واضح يراه كل أحد وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قوله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وينقل فالإقلال من العمل مع إتقانه يدعو إلى الاستمرار والكثار من العمل والتشدد يدعو إلى الانقطاع والترك